اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على رغم انه يعز علينا انه عسل الا ان اهمية لقاء الاقتصاد المالي الذي عقد في تسع ايات بقصر بعبدة بدت متقدمة في شكل اوضع على اهمية لقاء المسارحة والمسارحة الذي تبعه في حينه رئيس الجمهورية اكد على ترسيخ وتحصيل مسالحة جبل الاساسية وشدد على الواجب والالتزام حيال التطبيق ما تم التفاهم عليه في اللقاء الاقتصادي المالي مطمئنا الى الخروج من الهاوية صعودا نحو الافضل اقتصاديا واجتماعيا في اي حال مضف الرئيس عام في هذا المجال تلاقيه فيه رؤية رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اجرى سلسلة اللقاءات في واشنطن مع وزير خارجية الامريكية وعدد من المسلمين الامريكيين الماليين وكذلك هي نظرة رئيس البرلمانة به بري الذي رأى اليوم وجوب ترجمة ما تم التفاهم عليه اقتصاديا في اللقاء بعبدة وبلغ الرئيس بري حد مطالبة المعنيين باعلان حال طوارئ اقتصادية نظرا الى خطورة الوضع اذا كان تحسين البيئة السياسية هم اساسي وواجب وحق في ذول بيئة اقلومية مضطربة فان تحسين البيئة المناخية والمائية وغيرها في لبنان اكثر من واجب واكثر من حق معنا مباشرة دوم الكامل رئيس حزب البيئة العالمي اهلا وصلا فيك شكرا احنا اليوم نشوف انه يجربوا المسؤولين المعنيين وكبار المسؤولين انه يحسنوا البيئة السياسية واذا بيقدروا البيئة الاجتماعية للمواطنين والاقتصادية وعن بيقولوا انضحوا شوالة حتى بعدين نصيروا يعني بدهم ياخذوا من الجهوب بس بعدها رح يرجعوا يملوا اللي بدنيقولوا بهالموضوع كتير مهم نعم الاجتماع الاخير اللي صار بالأسر الجمهورة نعم هيدا بنعتبروا نحنا فاتحة عمل كتير مهمة لكل اطياف الشعب اللبناني كل انا بدي احكي باسم كل الشعب اللبناني كل اطياف الشعب كانت نوترا هيكلقة يكون في ايادات الثلاثة الكبار ياللي هين ايادات البلد يكون في توافق بينهم ويصدر بيان يريح هيدا الشعب وهيدا اللي صار وخلى وخلى ارتياح محلي وقليمي دولي لكل الناس اللبنانيين موجودين بين لبنان وخارج لبنان وهالمنطلع انا بحيي بحيي هالاجتماع اللي صار ومن ايده ومتمنى يكون دائم وان شاء الله يكون مجلس وزراء بالايام الجاية بالفترة الجاية يكون في اجتماعات على صعيد عمل وعلى صعيد النجاح مطلق والبلد بيقدر يمشي لانه البلد ما تنسى شغلة بدي بدي قولها وضع لبنان غير كل دول العالم وضع لبنان هو مؤسسات فردية صغيرة هالمجموعة المؤسسات الفردية صغيرة اضافة لمجموعة مجموعة مؤسسات ضخمة هن الأساس بإدارة البلد المالي والاقتصادي ولهذا السبب وهذا السبب بتشوف انه فيه أزمات مالية بتقطع بدول العالم بتشوف بسرعة بسرعة هزت بينما لبنان لحد اليوم والمستقبل بتطمن انه ما فيه هزت مالية بسبب انه كل شكل مؤسسة عندها هي بشكل خاص استراتيجيتا وعندها نوع من همالية ذاتية فالدولة مفروض تساعد هالمؤسسات وتأمنن وتأمنن نوع من الاستمرارية المطلقة تبدأ استاذ دونبكان إذا أنت مقتنع والشعب كمان مقتنع بهالشي برأيك رح يبقى إذا عم بيجهدوا منشان يحصنوا الوضع السياسي والاقتصاد وطبعا الأمني طبعا مواجهة تحية للجيش والقوة الأمنية أمنيا بدي وقفك لحظة لبنان أمنيا من أهم دول بالغالم لأن ليدات الأمنية والأجهزة الأمنية تنتبر من أهم أجهزة وأيادات الأمنية بالعالم تحافظ على شعبها وهيدي أنا بدي أقدم كلمة شكر لأنه في لبنان في تقارب كتير هائل بين المواطن وبين أياداته العمنية والعسكرية وهيدي نقطة بتخلي ارتياحه كتير كبير يعني نعمة لأي شخص بيكون على اتصال مع أياداته الأمنية وأجهزته وجيشه ودركه والدرك وأمن الدولة والمخابرات والمعلومات في نوع من الاحترام المتبادل هذا شيء كتير عن العلاقة طيب الأمن السياسي والأمن الأمني أكيد فيه الأمن الأمن البيئي طب اليوم يعني طب كيف ممكن كل هالناس تقدر تشتغل وتكون علاقاتها جيدة ببعضها وتكون الوضع يعني إذا الصحة مش أكيد هون الخطر الكبير صفضل لبنان أمام خطر داهم وأمام إرهاب بيئي قادم على كل الهاتف حلو إرهاب البيئي بدور العالم كله الإرهاب البيئي هو أخطر إرهاب لأنه اليوم وقت بتفوت على طولتك كبائك وماء الملوسة وبتفوت على طولتك الخسة الملوسة الصدرم المجرور والبيتلى رأس بنادورة الملوس المعبّى بكمية المبيدات الخطيرة جدا كيف بدك تقول لي ما فيه إرهاب بيئي إذا طولتك إرهاب بيئي وميتك إرهاب بيئي وحاول منك النفايات يلي بتصدّب لك الرويح والغازات الخطيرة والبكتيريا والفيروس والحشرات الخطيرة وينصر ما بيد الموضوع طب إذا ثمانية خمسة وثمانين بالمية من الملأ من الشعب بيأكل وبيشرب منه هالشي اللي عم بتاكي عم أكيد والعشرة والخمسة عش بالمية اللي عم بيأكله لا مش مش خمسة وثمانية بالمية لأ لك شي يعني المسؤول اللي عم يأكله لبنان عندك مناطق فيها أنضف غزاء وأنضف موي والمناطق فيها أنزف غزاء وطلوف وش عصر في حركة ناقل لا تكفي لك الحركة الناقل هالأني اليوم إذا أخذنا جوانب نهر اللي طاني جوانب نهر اللي طاني وكل شي عم بينروع من نهر اللي طاني شيء خطير جدا مية وسبعين يعني مثلا عم نحكي قط نار أكيد لا قط نار مع العروجات عم نحكي قط نار عم ينصعه منه من المجرور مباشر ولا الخضار والخضار والبطاطا مش تقاطا نعم أنا بديد لك أنه يمنع منعا بيتا أكل أي راس بطاطا طالع من المجرور مباشر يوصل عند المواطن هيدا الشيء ممنوع موجود عم بيصير الخصة كذلك الخضار بره فيه محطات تكرير إذا فيه إذا فيه مياه مبتزلة تطلع مكرر وتزمع أكيد فيه محطات تكرير يزيلكون فيه محط لألك شيء اشتغلنا الله اللي وجهه الخير لساعد اللواء محمد خير رئيس الإغاثة وقت اللي طلب منه وقت طلب منه المساعدة لتحميل موتوريات الكهرباء وهناك لنمشي محطة تكرير زحلة ومشيت مشيت أحد المسؤولين قال نحنا بنتمشي محطة محطة تكرير زحلة لنخفف نسبة التلوص أنا بدي أقول له فيه بهذا الموضوع ما فيه تخفيف ما فيه كترة ما فيه ما فيه حد معين يقبل التلوص بمطرح معين أو فيه ملوص أو ما فيه ملوص يعني اللي فيه صرف صحة إذا كان الكباية فيه ثلاثة ربيعة صرف صحة أو كانت مليانة هي اتنينهم يعني تعتبر ملوصة أشد التلوص أو بده يكون فيه لكل اللي طاني يا الدراسات اللي عملناها نحنا بسنة التسعين من سنة اثمين لسنة تلاتة وتسعين وكانت هاي نكتير نقدر نقضي على التلوص ونحط استراتيجيات وكان عنا وعملنا دراسة إداية كمنا محطة تكرير اللي بده يكون فيها كيف يعدى سنة 15 كليونات اللي يكون فيه محطة لكن كان مجموع المحطات تسع وشرين محطة على نهر اللي طاني هاي سنة تلاتة وتسعين عملت دراسة كم اللي عملناها نحنا بالتعاون مع جهات دولية وكانت بتشيل كل النوع التلوص على هنا اليوم مضع نهر مزري جدا لأن الصرف الصناعة وصرف التلوص الصحي بعضه عمين كب بشكل مباشر في بلديات كتير عاملة والدولة اللي عملت الشبكات الصرف الصحي ودامني اللي كبت المجموع بالنهر دون أي معالجة وهني اللي كان لازم يكون مطرح ممالحوز يكون فيه محطة التكرير كان لازم يكون فيه محطة محطة التكرير منا موجودة لسبب هذا اليوم راح تمن كل اللي كل اللي يتعني بده تسع وشرين محطة التكرير على مستوى مطلوب سناغي سناغي وصرف صحي منزلي اذا بتنعمل ترجع بتقول نقدار كم ستة كيلومتر محطة تنعمل تنعمل بطرق لانه في مجاري في ضياء صار هالضياء كلها عم بتكب بالنار هون هي فيها تكلف لمحطات تكرير تكلف في كهربائية تكلف في صيانية تكلف في بشارك لحل تشيل اللي بدك تعملون اللي بدك تعملون هودة يعني بعشر سنين اللي بدك تحطن على صحة الناس اللي بدك تحطن على صحة الناس من جراء الإصابات السرطانية والأمراض الخطيرة الوسطاسية يلي صدرة من هالتلوس هيدا مسافة عشر سنين اللي بدك تحطن بتكون عملت محطات تكرير وأمانت صحة الناس وحياة الناس ما فيه هبات من برا ما فيه دول مانحة ما فيه شي بهذا اللي بدك يقوله اللي بدك يقوله اللي بالسادغ فيه البيئة قاله كتير بدك أحكيك كلمة سر نعم على الهواء فضل بطلت سر لأ لأنه كانت سر أستاذ اللي تكون مهروفا قاله كتير اللي بيعرفوها الملف المائب لبنان اللي بيعرفو أسراره لا تعدون أصابها اليد اللي بيعرفو أسرار المياه اللبنانية لا تعدون أصابها يعني اللي هي موجودة ضمن الغرف السوداء استراتيجيات المائية للمائة سنة القادمة المال بلبنان هي مادة إقليمية ما بعت مادة محلية المال بلبنان طي expense ما welche تستعمل لأنCT بتكون مادة إقليمية وموجودة على طاولات غرف السوداء يعني اليوم هيدا اللبناني المفروض يعرف كيف بده يحافظ عليها. نعم. وبدو يعرف استراتيجية للمئة سنة القادمة شو استراتيجيات وكيف بده. لان اليوم الماء اللبنانية عندك عندك بحده و 12 مليار متر مكا عب لبنان ماي عم تن عم تنه هطول سنوي عم تروح معزانه على البحر. بس بلشوا بالسدود. والخاء والله والله والاكتر من هيك ان اليوم كل العالم لبنان عم تحكي بالسدود. اللي بيعرف وما بيعرف. وكل العالم تعطي رأيه. ليه ليه اخلك ليه. وكل العالم تعطي رأيه. لي شو عمي فيه. يا صديقي. خلينا نحكيك على نهر إبراهيم. نعم. وراح حكيك معلومات دقيقة جدا. طب. السنة. السنة في لبنان. انت تتعرف في السنة الماضية السنة الماضية. الشتة. الشتة اللي صار بالقدن كم راح قتيل بسبب الطوافنات اللي كتيري. وكيف تغير التغير المنيخي بالشارة الاوسط. وتأثيره السلبة والايجابة على الشارة الاوسط. ولبنان من ضمن من ضمن هالمناطق. لبنان اعتبارا من سنة الالف وتسعمية وخمسة وخمسين عند مبلشت شركات الكهرباء. تلات شركات كهرباء. انتاج طاقة مائية. طاقة كهربائية مائية من هربرهيم. كان كل سنة اعتبارا من واحد حزيران كحد اقصى يكونوا موقفين الانتاج نهائيا ما بقى في ماي. السنة. والوحيد السنة. لغاية اليوم نحن اليوم. لغاية اليوم بعد شركات الكهرباء ماشي بعدها ماشي على طاقة مائية بمعدل بمعدل الف وخمسمائة متر بالسانية. الف خمسمائة لتر بالسانية. يعني ماشي بعد اليوم لغاية لغاية عشرين نقاب بعدها ماشي الماء. بمعنى بما معنى انه انه طلعوا يا البنائية ادي عندكم ماي اديش كمية الماء الموجودة. بلشوا حافظة لها. نهربرهيم. نهربرهيم لغاية شركات الكهرباء من من الجبل من من افأة ومن الروايس نزولا الى الى شركات الكهرباء بعده سفر تلوث هيدا الماء صالحة للشرب مية بالمية. وقناية الماء يلي بتبلع من شركات الكهرباء. بس ما تخبروا صفر تلوث بروحه بللوثه ايه. لا ما بلوثه ما حدا بلوثه. وبعض فيه مرئب ونحن عيننا صهراني على المنطقة. ايه. وبلديات. شوين بعدان. شوين عبروا بلديات منطقة ارتبة. والعقورة. وفيه بلقائبته. كلهم فترة وبسحل والعقيبة. وبسحل. بحضرتك بسحل. اكيد. شكرا لانه نحن بعد بدي شدد لك هلا نقطة. انه هادي بعضها بعضها مناطق مائية بامتياز. الجبائل ساحة الجبائل وساحة الكسروين. عندي يكون عندهم رأي من من قناة رأي نهر ابراهيم. اللي هي سفر تلوث. يعني بينجوا انضف خضار. وانضف مشتقات الخضار كلها. عن تنساها بمية شرب. ما فيه اي مشكلة. هادي هوني. ومنطقة الفتوح كسروين. ومنطقة جبائل ككل. العليا. بعدها عن تشرب. بمياه نضيف مية بالمية خالية من التلوث. مزرعاتها خالية من تلوث اه صرف الصحة نهائيا. تبليل من هذه المناطق بدي تنفيد. لا لكش لانه اليوم نحن بماطقنا. نحن رفضنا رفض كل. وانا من اشخاص اللي بلاشت واجه الحملات اللي كانت بدأت بالتسعينات اللي كانت بدأت من عمل محطات اه شبكات صرف صحة وتنفلت بالنهر. انا طلعت ضدها مية بالمية. وعملت كل الاتصالات. انو بكتلي انو السلطة بغير مناطق هي سمحت لني اه اه. وزقيتلك السلطة بمطارح من المطارحية لعملت الشبكات الصرف الصحة وفلتة الفلتة المجرير بالنهر. شو رأيك؟ معنى اللي عم بقوله في في مطارح بدك تحارب بدك تحارب تا التلاوث بدك تحاربه. بدك تحاربه بطريقتين عدم عدم موجودة ما تخلي يكون موجود. وازا بده ينعمل خطة مغلوطة بدك توقف بالجه. هاي دي اللقطة. بعد ديكنا طلب بجبال. بجبال عملنا اقتصالاتنا. بسنة الالفين. توافقت الفين وواحد. توافق ان يكون في محطة تكرير بجبال. بلشت فيها سنة الالفين وثلاثة. الفين وثلاثة كانت خالصة محطة التكرير الصرف الصحة. بجبال. اشتغل. اوكي. لأ مشتغلت. انا ببدي لك شيء. عمشيت. عمشيت. عملت. عملت شبكة. مجرير من احدث طرق بالعالم. نعم. وصلت. عرض الله. وصلت لفي عندك خط السكة. نعم. مرور خط السكة. هلأ ما يصلنا سنتان ونص. لدارة دارة دارة سيكاك الحديد. بتمنع من عن بيتهم يقطعوا. هالمجنوع تحت خط السكة يلي هوته عشرين خمسة وعشرين متر هالمسافة. ليصير الاسطر موجود. موجود واصل بين عمشيت ككل مدينة. وبين محطة التكرير. من سنتان ونص بعد اليوم الاسطر ع مسافة عشرين متر. ممنوع يفوت لهون. شو رأيك? طيب كيف ما عم تراجع الوزارة الراعي ووزارة الطاعة. نعم راح اتدخل ازا الله اراد. بدي اقعد بقدم كلمة شكر لرئيس بلية عمشيت وعضاء المجلس البلدي اللي يشتغلوا على شغل كتير كبير. وعلى المنطقة انه راح يصير فيه. وبدنا نشتغل وان شاء الله نقدر نعمل اتصالاتنا باعلى المراسل. اولا ما يجب فيهش فينا طارق خيانة. هاي اللي بده تصير. بده وزارتان او تلاتين. يمكن بده الوزارات. وزارة الطاعة وزارة النقر وزارة النار. احكور عندي اتصالات لان الموضوع اللي عرفته من اه. طيب بغير مناطق. شو المطلوب لحتى يقدروا يعملوا ماي اه تكون سالحة لي ريء المزرعات. لا ريء المزرعات اول شي. ليك. لبنان. الخطر الاكبر. الابار الارتوازية ذات القعر المفقود يلي ضربت المياه الجوفية. بالمناطق. ذات القعر. المفقود. يعني اه على على. بيرا ارتوازل. كل بنيه. كل بنيه بقت بيرا ارتوازل. بس وصلت للماء الى تحت. فلتت فيه المشهور. بما معنى المياه الجوفية. لامن الماء الجوفي باللبنان مدمر. على الهوى عند قولك. لامن الماء مش مش للبنية. في مطارع بيقولوا. عطوا رخصة ان يعمل بيرا ارتواز بمطرح معين مش للبنية. هو عنده بارده مسلا. شو بيكون? هلا فين في ناس عملت قبارة ارتوازية مرخصة لتشيل ماي تسقي. نعم. لالراي. نعم. وما طارح تاني. اخدوا قبارة ارتوازية للدولة اللبنانية تاخد منهم وتغزي الشبكات الشبكات الموية. بس اللي بدي يقولوا. مغزم المياه الجوفية باللبنان. يلي تحت تحت الخمسمائة متر وما دون. كلها مغزمها ملوسة بالصرف الصحي من جراء الابار الارتوازية يلي دقت. بطيك مثلا بقعالة بفقرة. نعم. في عدد من الابار الارتوازية استعملت للصرف الصحي. دون اي ما دون اي محاسبة. لحد اليوم. لحد اليوم. الداولة اللبنانية. بتعرف ادي عدد الابار الارتوازية الموجودة باللبنان. لو جيت استعملها. الا كان الصرف الصحي او للزراعة. بدي اعطيك مثلا بقل لك شغلة. اذا بك تعرف اوضاع الماء باللبنان. بتوقف قدام لزارة الطاقة باللبنان. بتشوف نهر مجرير. بتدخل اي مغالجة. طبعا. على نهر بيروت. بتدخل من لبنان. من 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 الجنوب. نهر الغدير بتشوف شو فيه. اذا هون نهرين يلي لازم يكونوا اهم احواب مائية بالشر. طب. هون بس سؤال. ليعرف المشاهد. هل هو اهمال او استنشاء او او انه ما فيش اه ما في يعني قدرات لو واحد يحيط بها. ما تكلفش هي قدرات هايني كتير. لقلك شي. في ما في في ملفات بلبنان. اشخاص مستلمينة مش قادرين يدروها. اي ده بقولها. لان مفروض يكون في استراتيجية مائية مش موجودة. استراتيجية المائية الموجودة الوحيدة اللي عملت على ايام ده اللي عملها الدكتور فادي امير. هي لشبكات الصرف الصحي ولا محطات التكرير الصرف الصحي ولا ادارة الملفات ولا وايضا السدود. هالموضوع هيدا مفروض يتطور ومفروض يكون اه بلجين عمل مية بالمية بطرق المية حديثة. اليوم هل اللي عم بيصير. اللي عم بيصير. في مطارح كتير مغلوطة بالنسبة لكميات المياه الموجودة الجوفية او السطحية. في خبراء بيقولوا انه يعني دكتور دوني. بيقولوا انه الافضل هو التوجه على المياه الجوفية بدل الصدود لانه في مواطق طربة ازا عملت سد تمتص الماء. ما قالك شي يوم اليوم لك. الملف المائي مغلوط كليا نصلها لمرحلة. يعني مرفوض رفض كليا. بده نفضة مية بالمية. بده بده كوفي عدد من الاشخاص ثلاثة او اربعة اشخاص من عباقرة العلم يعدوا يحطوا استراتيجية المائية يزيد اليوم. لان اليوم بدك تعرف شو بدك تعمل. بدك قدامك حلين اليوم. او بتصقي شعبك ما ينضيفه وسليم مية بالمية. او الحل التاني ازا مش هيدا بدك تصقي شعبك ما يتكلار مع الجرير ونطلع عندك احتيتش ام وطره له متان هتره له متان. واللي كارسة الكويروس ما ويت صرفها. يعني بدون نسقوا بيروت بدون ناخدوها المي على اه يعني من اه من القرعان من اللي طاني القرعان مركبة ما بعرف لوين. ايه. بيرسل لتحت عبصري ونبصري على بيروت. طب في في هون شغل تات. في ناس بتقول انه تربط بيسري بتمتص الماء وفي فالق بيغسر على شعب. اكي. اه. وفي ناس بقول شي اضافة. اذا مصرتا من الياه كيف بدك تبعطها على بيروت? اعتبارا من تنفق سامية الف سامية اثنين وعشرين لتسامية وثلاثة اربعين الدولة الفرنسية عملت مسح جيولوجيا للبنان من احدث طرق بالعالم واحدث دراسات وابحاث. موجود. يتفضلوا اليوم ياخدوا هالدراسات الموجودة واللي موجودة بالدولة اللبنانية. ياخدوا هالدراسات او مش موجودة بقدروا جيبوها من فرنسا. ويطوروا ويشوفوا كل منطق شو بتتحمل? شو طاقتها المائية? شو الخزان الجافة طبعها? الدايك الميات الموجودة? خونة قلتلك اليوم الملف المائي مغلوط كليا. مغلوط. انا بقلك اليوم مغلوط بكل تأكيد عم بقولها على الهواء. غلط غلط غلط. تصحيحوا بدي يكون بطرق علمية حديثة جدا. طيب سؤال اخر. في تتذكر من الشي ثلاثين سنة. كان فيه النفايات السامة. مظبوط. تمره عدد من عدد من المناطق. هل البعدة عم بتأثر? هيدا هيدا ملف كتير خطير ودخل بوقتها دخل دخل ضمنه. نا ما بارحكي عالسياسة. ايه. هو تسياس وقتها او او ان السياسيين كانوا مبالعين. بس خطورته خطورة لكل المناطق اللبنانية صار فيه نفية سامة بعديك الفترة. قطعت عكل المناطق اللبنانية. انا بدي لك شي ما بيضم لك ضمن منطقة شنان عيرو كسروين. اه انا باشخاص كنت مشرف على وبقدم كلمة شكر للي بوقتها كان قيادة الجيش اه فخمت الرئيس اميل الحوود يلي اه حتى تقلوب واشتغلنا وكلي كان بديون تمر بوادي نهر ابراهيم. اعمل للمستخد اخبهم ان شاء له من شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كان بدنا ياخдو على عيون السمان بفترة ما الفترات كانوا ياخدين كانوا اخدين الالاللكونتينرات تتندفن نحن وقفنا ضدهم. وقفنا ضدهم وردانيون وزعلهم بما سعدت فقاند الرئيس الحوود الله واجهة له الخير. وان شاء الله. ازا هيدا الموضوع هيدا الموضوع ازا بعت في دولة اللبنانية تكون مسؤولة عن هالأنا. ازا كانوا موض estrogen. بقول Engage bell. لان ازا ما فيه. ظاهريا بالمنطقة ككل ولاد المنطقة يعني بيعرفوا كل اقتاق التفاصيل مش موجود. ايضا. انا في حركة نقل بالخضار بين مواطق ومناطق. اكيد. يمكن في واحد بروح على مطرحتين بيشتري بأرخاص بروح. يا خبرك شو صار معنا. نعم. جهة اوروبية. طلعنا معهم طلبوا مننا نطلع معهم على اللي تاني لنعمل بحث على اللي تاني. عملنا دراسة شايفوا عدة مناطب اللي تاني واخر بموقف مطرحة ملفت للمنظر جدا. ببر الواس. قدام قدام المدرسة ببر الواس الرسمية. يلي فيه قبل الدهر الف وتلاتمئة طفل وبعد الدهر بعد الدهر تسامي الطفل هاي دايه كانت بتشرين الاول هاي السنة الالفان واتمنتعش. طلعنا الاينا فيه حاوض صرف صحي مكفل كليا مسكر النار وحاوض صرف صحي على مسافة هقلي. من هاي المال المدرسة عندك الحشرات والرويح المخيفة والولاد قاعدين قدامه. من المال التاني الخضار حاطين مبريش حاطين مطارات مطارات داخل. وبيسقو كل المنطقة. هاوضي الاوروبية خوته انه شو عم بصير شافه الخس والبقدونس والنعنى والاخيار وبالبندورة كلها عم بنسقه. عيتنا عيته للشغيلة وحكيه معهن قالوهن اصحاب الاسحاب المشروع بالتاني المال. اجتمعنا باسمها اصحاب المشروع. قالوا حرفيا. هادي نحنا نحنا الخضارة اللي بناكلها نحنا نروح نجيبها ملقاها ومناكل منها. بس ولكن هاي الخضارة اللي عم تطلع عنا هادي للسوق منزلة على سور وصيدة وبيروت وشباين وترابلوس. بقى. اليوم هالمواطن بده يوصل بده يوصل ياخد خسي. شبا ده شبا ده بتاعت غريب. ما عم المختبر. ما عنده ما عنده. هايدي اليوم هايدي اليوم دور وزارة الزراعة. دور وزارة الزراعة ودور اله الوزارة الصحة الترائب ووزارة البيئة بذلك الوقت كم. اين شغلة مهمة لان وزارة البيئة لدور بالبحث عن تلوث بالبالعالم. بدلن عنها الخطة هايدي خطة من ضمن الخطة اللي هم بنادي فيها استراتيجية الوطنية لموحدة لحامات البيئة. بدها تكون وقت بتكون فيه استراتيجية موحدة للبلد. مبنية على على قصص علمية. لان لبنان انتبه. لبنان صار مدمر لانه لدور الجوار. لان الوابعة المجرية الموجودة بالبحر دون اي معالجة. بالهوى الشمالي بتروح بتروح من هان وصولها لنصر. وبالهوى بالهوى المجنابة بتروح من هان لابرس لفرقية سورية لليونان. يعني صار لبنان صار لبنان علة ومشكلة التلوث لبالجوار ككل. من هون من هون بدل الخطط العلمية بداية للمواجهة. طيب في في الشي المستورد. اي شي مستورد اه للأكل. هل في ضبط مية بالمية للمواجهة. لا 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 ما بتقدر تعرف المستورد اديش نسبك اللي ما بداية الموجودة فيه. اديش نسبة التلوث اللي موجودة فيه ولا بشكل ابدا. ما في سكانر بيقدر يعرف. لا بلا هلانيه في في فحوصات بنا تنعمل الفحوصات لها مش موجودة. هلا اليوم وزارة وزارة الصحة ووزارة الزراعة عند بنعمل عن بنعمل خطة كتير مهمة هي لادارة لادارة مكتب لفحص او مختبر لفحص لفحص الترسبات الموجودة بالخدار بالفاكية. انا احيي الوزيرين يلي هني بلشوا انطلاء انطلاء هالمختبر يلي نحنا من شدة على ايدهم يكون موجود هالمختبر لانه هيدا لكل لبنان وكل اطياف الشعب. طيب استاذ بنعمل بدنا ناخد فاصل ولكن من بعدها بدنا نحكي عن مشكلة النفعيات. هلأ هلأ كل العالم ما تعرف شو بدو شو بدو سيق. مشاهدين الكرام عودوا معنا بعدها هذا الفاصل. من جديد اهلا وصحبا فيكم مشاهدين الكرام استاذ بنعمل رئيس حزب البيئة من روح فيه. تحيير. اه موضوع عن النفعيات. طيب اليوم بيقولوا انها معضلة. اول شي في في حد عبلم وبيتمر وكذا وبياخد من الدولة. نحنا عم نحكي شو ماذا يقال ما عم نتبنى. يقال انه كل الاحزاب عندها كورتة بتاخد منها الشركة مرتحين عوضر. يقال من سنة الخمسة وسبعين. من سنة الخمسة وسبعين لليوم. اني فييت بقرة حلوب تستفيد منها عدد جهت. طيب. ما عم نحكي عن. ما بقى في حلوب هلأ خلصت. بدنا نضوش عم عم. ما بقى في حلوب. خلصت هيدا لان بقرة الحلوب. يعني يرات فيك. ما بقى فيك. يعني كانت هالناس تنة الاجياء بترضع اسواح تنة. اه استاذ دومي في حضرتك رئيس حزب البيئة. وبتعرف في خبرة وعلمة. اكيد اكيد اكيد. بيقدر حدا يعمل مكنة مش على الحرق على الحرارة بيطلع منها شاربون بيطلع منها. قبل 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 قبل. واحد بيقدر يعمل اه سنتيتيسيون واحد بيعمل ما بعرف شو. في عنا يعني اسم الله باللبنان. بقى لك شي. لا. داينة لبنان مش هي واحدة بالعالم عندها نفيات. دول العالم كلها عندها نفيات. لا بس في ناس بيشتروا اي زباتنا. دول العالم كلها عندها نفيات. ما عندها مشكلة. الداني الوحيد اللي عندها مشكلة نفيات هي لبنان. لا? احلك لا. اول شي. استراتيجية نفيات. استراتيجية نفيات. للمدى تطويل مش موجودة. استراتيجية ادارة ملف النفيات. ملف النفيات. منا موجودة. طرق العلمية للتخلص من النفيات مدى الدنيا. الجهات الدولية اللي ايجي تساعد لبنان. لا تخلصوا من مشكلة النفيات. ما بتقبل لها. عرض لك انه بسنة الالفين وتناشر. احدث مؤسسات بالعالم. اجيت لتعمل احدث خطة نفيات بالعالم. من خلال وراح سميلك بالاسماء. نعم. المحامي انتوان جبرايل عطلة. تكلف تكلف من جهات دولية. اللي يجيب احدث للبنان احدث. احد عشر معمل لمعالجة النفيات بالعالم. ولياخدوا اللي يحاولوا النفيات العضوية لاتانول. والمواد اللي اعادت تدوير تأخذ. وكل العملية بكلفة. بكلفة. هم بدن يدفعوا كل شي. ولو يعملوا كل لبنان باحدث طرق تجميع نفايات. وتقدم فيها كتب رسمية للدولة اللبنانية. نعم. للدولة اللبنانية. وتقلف. وتقلف لجنة بين مجلس الوزراء من ست. من ست وزراء اللي يدرسوا الموضوع وياخدوا الموافقة. وهون كانت دفن هيدا المشروع في لبنان. ما تكمل. وعم بسميلك مكتب المحامي الاستاذ انتوان جبرايل عطلة. هيدا الموضوع. هيدا الموضوع بتقول بتقول كلمة لاي. في علامة استفهيم. اليوم في عندك. اليوم ووصلنا. لفيات مرمية بالشوارة. بكل ارجاء الشمال. بشكل خطير جدا. عم يطيفوها يا عمور. طيب طيب مزهبوها. 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 سيصوها كل الامار. وكل الامار. ولحد هنه ما فيه مهالج. لان كل واحد بعمل خبرية اه انا بسميها تقريقة. وقعت بيقلك بدك تفرز بدك تفرز من البيت وبدنا نبلش بالفرز وبدنا بدنا. الدول المتقدمة والحضرية جدا. الحضرية جدا قدرت وسلت بمرحلة من الفرز مقبولة. عدى ستين بالمئة. يمكن ينبحدود او ستين او في دول اكتر. وفي دول في دول ما اشتغلت على بجهد كتير كبير ما وصلت ما وصلت تتاتين بالمئة. اليوم بدك طوال بك تقول يا كلمة فرز. انا راح ضويل لون على نقطة معيني. وبك تقول كلمة فرز يعني بدك تأمن شركي. تاخد المفروز من كلمة من كلمة. اليوم عدت عدت مناطق عدت مناطق بلشت بالفرز. بعدين مثال ببلوني. بالشارع ببلوني. بيشارع معنا للمسل. ايجت نسوان النسوان الحي كلها بقدموا لون كلمة شكر. عملوا مستوعبات. يان كزا ويان كزا ويان كزا. نعم ولان 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 شو يفرزون. نعم. شو تفاجعون. بيجي الكاميون. بيجي الكاميون. بيجي الكاميون. الشيء المقلة. يكبن دهر بعضان يطعنان يعطيه عصران وده الماشي. المتعذب يهد النسوان سنية البيوت كلها وبسطوا قدديني انه ماذا. سقف معاملون سقافة الفرز. وجمهت النسوان وكلهم. طبعا نرموقة. طبعا لها الماء رسول ما تعلمت. بعدين يشترع معماله. نحن عم نتعذب عم نحط مشتر النيلون واشترينا واشترينا. تركوا الموضوع. هيدا موضوع الفرز من المصدر. بده استراتيجية يا اصحاب يا اصحاب الايادة اللي ما عم تعرفوا تمشوا فيها. حطوا اصحاب اختصاصات حطوا خبرة يكونوا قادرين يديروا ملفين ملف النفايات. الفرز ومشتقاته والمعالجة ومشتقاته وادارة هالملفات ومشتقاته. يتفضلوا. يوم فيه ازمة. عنا 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 لك شي. انا بسنة 1992 اساست اول لجنة بيقى بجبال مع قام مقام جبال استاذ بستيد منه عم بوجه له كلمة شكرا. وصار فيه نوع بجبال وعملنا طريقة انه كنا شايفين النفايات وان رايحها. رحنا اجتمعنا مع بلدية جبال واجتمعنا مع اتحاد بلديات. واخذنا المكب طبع بلدية الجبال اللي كنت تحديدا لبلدية جبال فقط. صار ب باشراف اتحاد بلديات قضاء جبال. والتحاد بلديات رجع واشترى شقفة ارض ووسع المكب. ووسع المكب. واليوم مدينة قضاء جبال. عنده عنده بقضاء جبال فيه مكب ومركز معالجة نفايات بجبال للمين سنة القادمة وما عندك مشكلة نهائية. هم حبلين. 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 ما عندك اي مشكلة نهائيا. وهالمكل بايدة. عم بيتطور. عم بيتطور. وبادارة اليوم. اليوم بادارة بادارة كتير مهمة. ادارة ادارة علمية. بتبدأ وسائل الالين كلها تطلع تشوف هالمكل. ويتكون في نوع من هالطريقة هايدي. وانا مستعد شخصيا مستعد قدم استراتيجي لكل قضاء بلبنين. ولكل لبنين كله سوا. ونعمل مطرح اسمه زيرو نفايات للبنين. زيرو مشكلة نفايات. مع العلم هلأ نية. طيب ليش مسلا بجبال بتنجع بصيدة بتنجع بغير مناطق ما بتنجع. لانه اليوم بدك تقدر. اليوم تكون في ادارة علمية. من تشتغل مع الادارات الموجودة. وبتمشي. ما في شي ما بيمشي. اليوم. وقت بتحط استراتيجية لمنطقة بدا تمشي. انا بدي بدي حزر. وشدد على نقطة مهمة جدا. في طريقة وحدة بس لمعالجة الاسر. الناتج عن النفايات المتراكمة بالشوارع. يلي هي مصدر. فيروس بكتيريا حشرات وعم بيوصل للناس. يعني العالم رح تنوت منهم. وكون اكيد رح يوصل طفرات جلدية وعأس جلدي وعأس. ويوصل ووصل اشياء كتير للناس. ما راجب تصير بأس عائلة. بك اكيد. بكل العالم عندما في. بأي معسس. بدا خطة مغالجي سريعا. انا بدعي. اقضية تشميل كلها. ادعي وبدعي وعندي دعوة خاصة لسعادة اللواء محمد خير. رئيس الهيئة العليا الاغاسي. يلي هو عم بيتدخل بكل مشكلة عم بتصير بلبنان. وبقدم له كلمة شكر على كل الجواب اللي عم فيها بالحاضر. وبالماضي. بالحاضر والمستعب اللي بدون فيها. يا حليام طيب بس الهواء فهمنا بس. يعني عم يستغل وعم اخد مهمته. ولكن كدولة كادارة مركزية. احلك شيء. كل هالمشكلة هاي ده اللي بتذكر رح ترجع. رح ترجع تتحاول لانه ليعالج الموضوع بكل المناطق. لانه اليوم وصلنا. انا اللي بدي شوفه اللي بقوله وصلنا لطريقة مسدود. بالطرق اللي بمشوف فيها. وهذه الطرق مغلوطة كليا. لانه اليوم او بيكون فيه استراتيجية نفايات. كيف كل بلدية بدي بدي تشتغل. كيف بنا تحط على مصغر بلدية ومجموعة بلدية وقضاء. كيف بديوا نحط خطة? نحن عنا الطرق. نحن عنا الطرق. ونحن عنا الادارة ادارة العالمية وقدرين الجيب المحاري العالمي ياللي موجودة. بدي اللي اليوم المدörung اله 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 ال 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 اساطير العسكرية. كل اله كل الاسطول عنده وعنده محرآ خاصة. معرأ محرآ خاصة. مبيكون نفاتهم بالبحر. مبيكون نفاياتهم وين مكان والشي. اليوم دول العالم ككل بتقدر تقدر تشتغل باحدى سطرق بس الخوف وين انه هادي المحرقة اللي بده ادارة اللي بده ادارة المحرقة الكبيرة اللي بده ادارة شفافة وادارة علمية. اليوم ازا شفنا محطة تكريت دولة الليبنية مادرة مشتها. وازا شفنا معامل الزوق ومعامل الكهرباء بداير اعمار ومعامل زهرانة ومعامل نيجية ومعامل الكهرباء. يلي لوست المناطق وقتلت شعب. الشعوب اللي قاعد يحول هالمناطق. بدي يقول انا انه رح يقدروا يمشوا محرقة بالمواصفات عالمية. ودقيقة جدا. وتما يصير فيه تلاوص. انا بقدر ان لك بس يا عالجو. تلاوص الزوق. وتلاوص داير اعمار. تلاوص المناطق الاخرى. ما تنسى خي في عندك في عندك الو في الموتارات الكهرباء. داولة وسط البلد دمر ودلب. البلد. يعني اخذ نفس اصحاب الموتارات لانا داولة ما مرح ما ما يادرتين كهرباء. دوما عند الكلان احنا ما يعادين انه بالالفان وخمستاش. يكون عنا كهرباء لكل لبنان. وتأمنت المساري. وعلى الاساس اشتغلنا انه كدولة مولص وصلنا للحل الفان وخمسة عشر. وولا الفان وعشرين. اه سوز دومي. بدي شدد على نقطة. نعم فضل. بالنسبة للكهرباء. اليوم الدولة اللبنانية. ادعو. وزارة الطاعة والمية. وادا تدخل فخامة رئيس جمهورية. ودولة رئيس مجلس النواب. ودولة رئيس مجلس وزراء. للبدء. للبدء باماكن البعيدة عن السكان بالجبال العالية. يبلشوا بانتاج الطاعة الكهربائية الهوائية. يلي هي. في عدة دول مستعدة تستسمر في الكهرباء. ما فيه بالأموعة وبالقبية فيه هوا ما بيوقف. باريف. وفيه بمنطقة رشاية بان رشاية. اه. جبال لبنان. جبال لبنان مطار حتين. يعني فيك تأمن عشرين ثلاثين بالمية من الكهرباء بالهواء. وفيه بالماء. تبليه شو. بتقدر تأمن بحدود طاعة هواية بتحدد. بتقدر بتأمن بحدود ثلاثة آآ ميجاوات. يعني رأم رأم خيالي من الطاعة الكهربائية بالجبال. انو شو تصر ما بيروح هذا يعني. آآ بعهد فقامة رئيس الجمهورية ميشيل سليمين. اجت اجوا الألمان. اجوا الألمان. واشتغلوا على اساس. واشتغلوا على اساس. ايه. كون في طاقة كهربائية هوائية. ونقفك. والحق من نقطة هوية في الموضوع. اثنين. بعد ديك مطار. نعر براهيم لهم تسعة واشرين ميجاوات. بنتج ثلاثة ميجاوات. اجوا الألمان بسنة الف وتسعمية واربعة وتسعمية وخمسة وتسعين وستة وتسعين. بيغيروا بيغيروا بعض قطاع. بيغيروا القطاع. يلي موجودوا بغير التابلويات القديمة. بحطوا اشياء جديدة. بتقدر تنتج بحدود السبعين ميجاوات. وبعد عشرة سنية. بكلب ببلشوا يدفعوا يدفعوا حقهم. انطلب. انطلب بوقتها. انطلب مالونين دولار من احد جهات. لا يلا يوافقوا على الموضوع. من دفع? والحد اللي بعدها. بعدها ماشيين على تسعة وشرين ميجاوات. طيب. اليوم النفايات. في موضوع تربل. اكيد. يعني. لقوا شوية. يعني ازل تطلع على اهدي المزغرتها والضواحي. اكيد. بتشوف الصهر هون مثلا بها المقاهرة. بتشوف الزبالة. هي هي اللي مزنرة. بالمنطقة. شفت كلها وانت عملت تلات جاملات بالمنطقة وان بارح تاخد جامل اهل انو بنحطن بتربل. وزير البيئة اهل انو في مطرح ممكن يكون مسالي لا لا لا. قامت لأيامي انو كمان انو حست الناس هونيك انو في تمذهب او. او صديق. لا 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 حقلك شغلي. اوضل شرط لما كب نفيات يكون مناطق معالجة نفيات ارتفاعي حد وزارة البيئة حد بتعترفه بالقرارات وزارة البيئة. نعم. فوق كثمية متر ارتفاع حرام يكون في تجمع نفيات. اثنين منطقة تربل موجودة موجودة حسب الدراسات الموجودة الفرنسية لليوم. هي منطقة سخرية بتمتص بتمتص بسرعة هقلة. وبيكون كل شي بيكون كل شي وصل للمياه الجوفية. هاي المنطقة المياه الجوفية الموجودة هونيك بتغزي مدينة طرابلس والجوار ككل. عندنا بعد بطرابس هم مقطين المياه اللي انضاف ما فيهم تلوص. هل نحنا من روح منخط منخط دون مغالجة علمية. مفروض يكون في دراسة الاسر البيئي غير الدراسات هاي اللي 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 على الفيسبوك وشايف شافوها. محلية. هاي دي طرق هاي دي هاي دي تقريقة ما ما بدك 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 دي دراسة دراسة الاسر البيئي بشكل كتير مهم وبدأي وزارة البيئة وبدأي من عائلة الوزير البيئي اللي هو عم بيشتغل من قلبه نكون في دراسة بيئية معمّة دراسة اثر بيئي معمّقة جدا وعلى صعب علمي. ما عليهم انه في جهة عدة جهات بدوني بلشو بدوني بلشو بشكوى دولية بدوني بلشو بشكوى دولية ومترقص ومترقص مترقص هالشكوى اللي بدي يمشي فيها وقاد نبيل ساري مع مجموعة مع مجموعة عالماء البيئة. كيف بدي شود يعني. ما يتشكوا على وزارة البيئة على الدولة انه عم بالتلوّس اللي عم بيسيب العالم وخاصة مناطق شكة والجوار ومعوني لك. دا انا بدرجع على. انا مش معناته اذا شايفوا الماء نضيفة معناته نضيفة. لاب في شكل. اكيد فيه في مواد. اليوم بدي شدد على نقطة صغيرة بدعي البلديات اللي كبيرة يعني اذا كنا اخدنا كل البلديات الموجود فيها الموجود فيها نفيات عشوائية. متل ما عم بتقول بجنب المطاعم بجنب البيوت صارت 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 اكوام واكوام هائلة. مخمرة. الى فترة مخمرة تخمرت. وهتى خمر هيدا عم بيطلع منه. الزباب على اختلاف انواعه. وعم بيطلع البعوض من العسارة يلي صارت سائلة. عم بيطلع البعوض على اختلاف انواعه. وهن بعوضتين خطيرين جدا. زبابة الرمل يلي بتحمل اللوشمانية. وزبابة النمر الاسيو يلي هي لونة ابيض واسود وبتحمل بتحمل امراض انتقالية. هنخوف لا بدي حب بدي احكيهم. هاودي الشعب انا مسؤول عن هالشعب ربنا عطاني رسالة تكوان واضح مع الشعب شو فيه شو شو عم بديقه. انا ما بقدر انهم بالنفاية لا 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 ما في شي بتقدر تحط تفاحتك صحبة بالنفاية بترجع تكال لا. في عوضايا خطيرة جدا. انا بديعي وبتعوى بدي اقلك وبدعي الاعلام يطلع يعمل يعمل تحقيق لنه عشرة ايه بنشرية الاخبار عن المنطقة وعن الناس المصابة كيف العقس اللي عم بيصير فيهم وشو اللي ساير فيهم ت العالم تعرف. ومطلب منكم ومطلب منكم كاعلم تعملوا اتصالات بعدد من الاطبه بالمناطق. وتياخدوا رأيهم الطب بالإصابات اللي عم بتصير لا هل تقال رأي السياسيين غير رأي الأطب لا الأطب بيحكوا بيحكوا بشكل واضح وبشكل واضح مية بالمية واللي بدي أوله أنا بدي أحكي باكمان السياسيين هني هني عم بيشتغلوا به بيش بيو بي بلأ مصلحة شعبهم كل يأتيهم السياسية عم تستغل لمصلحة شعبهم أنا ها بدي أقدم بستعد أقدم أحدث أحدث خطة مواجهة بيقدروا تصلوا فينا على السفر ثلاثة ثلاثة خمسة 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 ثنين بنقدم أحدث خطة مواجهة لأتحابات البلديات وللبلديات للمواجهة الأثر البيئي الصادر عن النفيات الموجودة وبدي أول نحن مستعدين نساعد الدولة اللبنانية مجلس وزراء ووزر المختصين وأستوى الجمهورية لنلاقي لمعطي بالأحرى الحلول العلمية السريعة الواجب تنفيذها سريعا لمصلحة حماية هالشعب يلي هو عم بيتدمر من نفياته عم بيتدمر من أوسيخه أستاذ لونة كاميرا رئيس الحزب البيئة العالمي نحن نشكرك من تليفزيون لأعطيك ألف عافية شكرا مشامي الكراعب نشكركم وأدمتم بخير شكرا